اهلا وسهلا فيكم اليوم مع تحدي 365 يوم مع ريم سبسكرايب تو ماما ريم كيتشن وعسا سيجي لكم اشياء كتير اليوم اهلا وسهلا فيكم واليوم انا بحسجل فوق اللغة الانجليزية مع الاشي لانه اليوم كان عندي شغل فان شاء الله في الايام الجاية حنحكي تسجيل خاص باللغة العربية زي ما انتو شايفين هنا حستخدم عيدان الارفة الارفة موجودة في كل بيت في كل مطبخ فاق كتير كتير مفيدة ومش ضروري نستخدم الارفة الغالية ممكن نستخدم الارفة عيدان الارفة العادية فانا شو سويت اخدت تقريبا كبشة في ايدي وححطها حطيتها في مرتبان ونقعتها بمية سخنة طول الليل هلا لما انا بحب هاي الطريقة لانه كتير كتير بصير طعمها طيب وطعطي حلاوة وممكن الحلاوة نستغني فيها عنها فيها عن اي سكر او محليات اخرى خاصة للناس بعملوا ضياد هلا الارفة مفيدة لجسمنا لتنظيم السكر للكولسترول وفيها فوايد اخرى كتير وطعمها طيب كمان فاذا انا بتمنى انه انتو تستفيدوا منها لانها موجودة في البيت فهلأ برضو في التحدي انا عندي كمان بتحدى في بزور الكتان اللي هو بخصد الكولسترول وإلو فوايد اخرى كتير طبعا كل انسان حسب احتياجاته الصحية زي ما انتو شايفين هنا سخنت انا شوية من الارفة وحطيتها ومرة تانية بدنا ندوقها ونشوف كتير طعمها مع السل كتير كتير حلو طعمها ولزيز بدون اضافة اي محليات وهلأ هنا بزور الكتان بدنا نجيبها ومرة تانية بدنا نحاول نطحنها بالايد انا بحبزش بالخلاط لانه مش حيبينو هاي المعلقة فنطحنها بالايد عشان نطلع الزيوت العطرية اللي فيها كل الفايدة منها ونستفيد من اليافها هلأ لانه هي زي ما انتو عارفين ومن بضيف مرة اخرى لانه زيوت العطرية يعني كل ما استخدمناها فترة قريبة بتكون افيد المهروسة واللي مطحونة من السوق بتكون راحة زيوت العطرية منها بتستفيدوا بس من اللي هي الالياف زي ما انتو شايفين هنا هاي مرة تانية هاي نطحنهاهم وحنضيفهم على الارفن هلأ بزور الكتان هتترسب بالقاع هتشوفوا عندكم كيف هيطلع الزيوت العطرية حطوه على السطح منغطيها شوية وبعدين من يكشفها ومنشوف كيف بزور الكتان نزلت في القاع فاي حدا خايفية شردة ممكن يحطها في مصفاية هاي انا بحرك بالمدقة فهلأ زي ما انتو شايفين الزيوت العطرية بدأت تطلع على الوجه هو بزور الكتان نزلت في القاع بس بمنع عشان كنت استخدموا مصفا كتير طعمها طيب طبعا انتو ما بتحسوا بالزيوت العطرية لانها طبعا قليلة بتبقى بس احنا بنستفيد منها بازن الله وهي ما زي شايفين اللي زاد من القرفة والمية اللي زاد ممكن تستفيدوا منها باي مشروبات تانية تشربوا كاسة تانية تشربوا باقي افراد الاسرة منها وان شاء الله بألف صحة وعافية يا رب واذا عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وشاركونا في التحدي